بين شرق الفرات وغربه حيث يتقابل التحالف الدولي مع إيران وجها لوجه تزداد التكاهنات حول عمليات عسكرية متبادلة ويسعى كل طرف لكسب ولاءات في مناطق سيطرة الآخر أما الأسد فيبقى بعيدا عن هذه التجاذبات موقع باس نيوز نقل عن مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية أن مفاوضات جرت بين قسد وسلطة الأسد برعاية إيرانية هدف طهران هو عدم مشاركة قسد في أي ضربات ينفذها التحالف الدولي ضد الحرس الثوري وميليشياته في سوريا بالمقابل أبدت سلطة الأسد موافقتها على بقاء سيطرة قوات قسد بسلاحها في منطقة انتشارها بهدف منع قوات المعارضة من السيطرة عليها مشترطا انخراط قسد في أي مشروع مستقبلي يقوده الأسد وفق المسؤول نتائج المفاوضات جاءت سريعا حيث أكد فرهاد الشامي مدير المركز الإعلامي في قسد أن الأخيرة لن تنخرط في أي عمليات عسكرية ضد إيران في سوريا نافيا أنباء الصدام المحتمل مع الميليشيات الإيرانية غربي الفرات الشامي قال إن أولويات قوات سوريا الديمقراطية هي الحفاظ على الأمن والاستقرار ومهمتها الرئيسية التركيز على محاربة خلايا تنظيم الدولة التي تنشط في المنطقة وفق زعمه في سياق التصعيد بذات المنطقة تبادلت روسيا حليفة الأسد وإيران والولايات المتحدة حليفة قسد التهم من جديد حول خرق قواعد الطيران فوق سوريا فيما أعرب قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب عن أمله بقدرة سلطة الأسد على صد هجمات التنظيم بعد تعرض قوات الأسد لعملية بريف الميادين شرق دير الزور أودت بحياة العديد من عناصرها تبناها لاحقا تنظيم الدولة وتبقى سوريا ساحة للصراع بين القوى المتنافسة إقليميا أو دوليا ترتفع الحدة تارة لتصل إلى الاستهداف المباشر ثم تخبو لتعود إلى التصريحات المتبادلة بين الأطراف المسيطرة على سوريا